موسيقى أهلا بحضراتكم دائما في أحوالنا أو في أحوالنا دائما بنحاول نطمح إلى الأحلى والأجمل والأروع ننتهج السلوكيات الجميلة ونحارب السلوكيات الخاطئة لبعض الأفراد من ضمن هذه السلوكيات الخاطئة الرشوة كيف نحارب الرشوة كيف نتضامن جميعا لمحاربة هذه السلوكيات الخاطئة جدا التي تؤدي في النهاية إلى الفساد دائما نلقي بهذه التساؤلات على صاحب الفضيلة الدكتور مجدي عشو المستشار العلمي لفضيلة المفتي مولونا أهلا بكم أهلا بحضراتكم واسمح لي دائما التواصل المباشر والبث المباشر عبر صفحة حضرتك وصفحة قناة الناس وصفحة البرنامج يعني اسمح لي في البداية الرشوة بعض السلوكيات الخاطئة كيف تقرأ هذه السلوكيات لماذا توجد أحيانا تدعيتها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا طبعا إحنا همنا قوي في قناة الناس وفي برنامج أحوالنا نتكلم عن أحوالنا فبيجينا بعض الأسئلة التي تتكلم عن الرشوة بشتى أنواعها وتأخذ اسما غير اسمها وإذا هنتكلم عنه إنه دي إكرامية دي هدية دي هبة دي مساعدة دي رشوة دي إنسانية حاجة كتير بقى فلقينا إحنا المنطبين في قناة الناس أساسا مع الفقه والعلم البيان الشرعي وترسيخ منظومة الأخلاق اللي إحنا مفتقدنا ترسيخ منظومة الأخلاق دي مهمة أو بالنسبة لنا إن إحنا نبثها في الناس ومن ثم وبضدها تتميز الأشياء نتكلم عن أوجه القصور أو نور الفساد في بعض الأماكن في بعض النفوس في بعض الأزمنة في بعض المصالح والجهات الخاصة أو العامة لأنها أصبحت من الأمراض المجتمعية ونحن نريد أن نركز على أمراض المجتمع أمراض المجتمع ليه؟ لأن مرض الشخص يعود إليه مرض المجتمع يعود على كل المجتمع وكل من فيه يبقى فيه فئة تعبانة تعبانة بمعنى إيه؟ خلقها غير سوي تتصرف بسلوك خاطئ يعود هذا التصرف الخاطئ عليها وعلى المجتمع كله لإن تملي السلوك الخاطئ بينتشر بسرعة سهل لإنه قريب من نفس لإنه فيه مكسب سريع لإنه فيه دنيا لإن الشيطان بيغزيه حاجة كتيرة فعشان كده بنقول أمراض المجتمع هي الأمراض التي يعني ننادي بأن نأخذ بالنا منها كمجتمع كمجتمع لذلك لما ديجي نقول المرض المجتمعي ما تقولش وانا مالي لا واحد ماشي خطأ ماشي في الطريق العكسي ما قولش وانا مالي واحد واحد عمال مسك موسو بيقطع كرسي الأوتوبيس أو المترو ما قولش وانا مالي واحد بياخد رشوة في أماكن حكومية أو غير حكومية ما قولش وانا مالي واحد بيعطي المصالح الخلق في الأماكن في التعاون مع الجمهور ما قولش وانا مالي عشان سمعنا كلمة كده مهمة يقولك تقرار الخطأ يورث الحق طبعا تقرار الخطأ يصير الخطأ صوابا في عيون القلوب التي تحب أن تتصيد أمور الدنيا وتجعل من الخطيئة حسنة هذا الفاسد وهذا الفاسد كما لو كان يأخذ حقه طبعا ده كأنه حق ليه بيسا ما حق مقتسع اسمح لي فضل الدكتور معايا تصارات تلفونية وسيدة إيمان أهلا بيكي أهلا بيكي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي لو سمحت أنا عندي جهاز كهرباء ومحتاج صيانة الشركة رفعت الأسعار بتاعت الصيانة فهل ممكن أنا أستعين بالعامل اللي جاني قبل كده وصلح الجهاز من غير ما بلغ الشركة وديله يعني تعبه ولا ده حرام يعني بدل ما تتصل بالشركة والصيانة تأخر فأتي على طول بشكل مباشر ده سؤال مهم وبشكرك شكرا جزيلا شكرا معالي سيدة شيماء يا سيدة شيماء هاي والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن حضراتك أهلا وسهلا سيدة شيماء سلام يا دكتور الله يبارك فيك يا فعل أنا السعيدة اللي سمعت صوتك النهاردة ربنا أحفاظك وبرك فيك بص يا شيخ أنا عايزة نسألك سؤال وتقول لي يعني بالنسبة للشريعة الإسلامية في الموضوع بتاعي أنا سيتم تجوزة ليا عشرين سنة ويعني لاحية في الدين قوزي بتجوزه سنة واحدة 19 سنة كأنني شغالة في البيت وعندي بنت ومش قادرة نحرم البنت من كلام بابا اسم بابا صحيح عنيت كتير ضحيت قصيت بنسمع كلام قادر وسيت متوجه الصالة وقراءة القرآن حمد الله وبنت كل ربنا بس يعني يعني بيعاملني بقصاوة وبيعاملني بإهانة ولا تكلمت يعني ما يعطنيش أخذ عطاء في الكلام يعني مجرد خد شغالة في البيت فبأقول لحضريتك عايزة نعرف بصبري هذا وما بيعف حقوقي وبنتهان وكل يوم قلبي محروق وصابرة عشان يعني عايزة نعرف صبر دا حاضر إيه الحكاية في الموضوع ما ثواب هذا الصبر عند المولى عند ربنا سبحانه وتعالي مع جزاءه هذا التحمل عاضر يا فندم عايزة نقول لك حاجة دكتور أنا تعبانة كل يوم بنشوفه ويكلم السيتات وبيطلع وبيمشي وبيجيب لي الوصاخة لبيت حاضر يا فندم ونشي الهدوم ونقول يا ربي انسى الواحد القهار يعني عارف حاضر يا يعني اللي بنعاني فيه تمام تمام بشكرك بشكرك يا فندم شكرا جزيلا يعني أصبح الوضع أو الحالة واضحة وظاهرة تماما يعني ربما يكون معك صليفوني تاني ألو يا أستاذ أحمد يا أستاذ أحمد اللي عادت ألو عشر نصائح عشر نصائح العربية يا أستاذ أحمد انت حضرك معانا على الهوى تفضل ماذا ماذا تفضل يا أستاذ أحمد سؤال حضرتك ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عادي مش أقول للدكتور فيه عشر نص حجلتهم العربية لبنتها أي ووهي بتتجوز عليهم عشر نص طب الصوت الصوت حضرك ممكن توضي التلفزيون يعني ونتكلم من التلفون وتسمعنا من التلفون طيب حتى يعود أستاذ أحمد وكان بيتكلم عن السيد العربية الحكيمة التي أوصت ابنتها بعشر وصايا قبل زواجها أو في يوم زواجها طيب نرجع ليه هذه السلوكيات الخاطئة وإن البعض بيتصور يعني لما من فرط تكرار أو بعض تكرار هذه السلوكيات الخطئة من هذه الأشخاص يعني أنه ده حق ليه وفضلتك اتكلمت عن نقطة مهمة جدا ممكن يعبروا عنها بمسميات أو بأسماء مختلفة ولكن المسمى واحد مش كده ولا ليه طبعا وده اللي عاوزين بينه السادة المشاهدين عشان يجي حد يسألني كتير ويقول طبعا أنا راحي المصلحة الفلانية أو الجهة الفلانية أو المكان الفلاني عاوز أمشي أول تمشي أولك حتى بيصل إلي إن أنا هدفع فلوس عشان ما أفش في الطبور هدفع فلوس عشان أتقدم قدام شوية في الطبور ليه بأي حق لو كنت صاحب حق أو صاحب حق وعندك يعني حالة خاصة بمعنى مش قادر تقف تعبان كبير في السن واحدة ست بتاع في أماكن بيخصوا لهذا تخشي فيها ودي ثقافة ابتدت تنتشر دي لكبار السن دي لأصحاب متحد الإعاقة دي للسيدات بيخلصوها على طول إنما يكون إنسان سليم ومش عاوز يقف وغير وقف باله ثلاث ساعات ليه طب تعالى بدل أنت وقف في الأول وتدفع فلوس وتخش أنت ليه فهنا دي هنا بقى بدفع فلوس عشان أخش واخد حق غيري فدي رشوة خلاص حق غيري حتى لو كان في المكان هيقدمني شخصين ثلاثة في الضور ما بالك بقى في أمور كتير هاخد حق غيري أو سأبطل حق غيره لبه هو ليه حق فيها واخد هنا ده برضه من باب الرشوة لو كان فيه فلوس في الأمر أو منفعة في الأمر فيه مصلحة زي ما بيسموها كده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأمر ده لأن القرآن جه وضح يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم فهنا قال أن تكون تجارة عن طراض كمان شف حتى التجارة قال هذه عن طراض منكم كمان ما بالك التانية المشكلة في إيه بقى مبدأ الرضا ده عندنا مبدأ يسود العقود وده مهمة أول يسود العقود يعني إيه يعني إحنا الاتنين تفقنا على اتفاق بس أنت راضي ولا مقرأ عشان العقدي بقى حلو وكده وصحيح ولا يؤتي ثماره في الدنيا والآخرة آه راضي هنا حولنا الرشوة إن المرتاشي اللي واخد راضي واللي بيدفع دلوقتي كمان الأدهى إنه أصبح راضي ده ربما هو بيبدأ آه وأصبح مبدأ الرضا الذي يستخدم في العقود الصحيحة المباحة الحلال كسونا به العقود الفاسدة أو هذه الأعمال الفاسدة التي تدل على خراب الزمن فمبدأ الرضا بعدما أعمله هنا عملنا في الناحية التانية فأصبح الرضا يستخدم في غير موضعه اسمح لي في الدكتور مجدي لإن الموضوع فعلا يحتاج إلى يعني تفصيل وإلى وضع النقاط فوق وتحت الحرف في هذا الموضوع تحديدا اسمح لي معي اتصالات تليفونية معالو السيد أحمد السيد أحمد أهلا بيك أهلا وسهلا اتفضل السيد أحمد أنا كنت عزيزة المولانة والله أنا دلوقتي متجوز معايا طفلين ومعايا والدي عند ضهيمة يمتع يمتع شافر الخارج أشتغل وأصيب ودي هنا مفيش غير أختي بس اللي بتبعاه حاضر يا أستاذ أحمد شكر الله لك سيدي والله أم وفاة أهلا بيك يا أهلا وسهلا فضلت الدكتور مجدي مع حضرتك يا فندي متفضلي الله يرد عليك يا رب الله يرد عليك يا رب الله يرد عليك يا رب أنا سؤالي أنا أمي بقلي 20 سنة مطلقة ومعايا بنتين وبنتي بينهم معاقة وبنتي بينهم دلوقتي الحمد لله خدت جبدون دجارة على أده مجهودي وعلى أده شغلي كالترخيري كالترخيري وخدمت عشانهم الحمد لله ربنا شاهد عليها لما أكلتهم لهم بالحلال على عدوة ومقدر والحمد لله الحمد لله مبلع المياه ويجي طالقي ده في موظفة اتنان العام لما رد ألبت حق إبناتي مانع مانع في نفس الوقت هو ما بيدينيش مصاريف وزمالها ما كان بيديني مية ولا خمسين جنيه كان بفرق عليهم متلالها لله فنحتها وولد تشتغل على العيالي وفترة بعدها والدي زوجني واحد تاني بس أنا عيالي معايا ومع الزوجي الحمد لله وكل حدا الفترة دي باباهم عايز أخدهم عايز أخد بنتي المعاقبة بعد الحمد لله كبرت ووديتها على القبيعي وبانبز وحاجة الخاصة حضرقوا عفدها وتعبتوا كده وفي الآخر ده كله وعايز بناتش كده على الجاهز يقول لنا عيالي هاخدهم عشان رفعت قضية بس أنا عايزها جهاز بنتي اللي معاها الديفلون دي وهو مفترة ليل العام وتدع على المعاش وقنا أكبر مني بعشرين سنة طيب قبل أربعة وقنت مش أعرف وقنت عيالة صغيرة تجوز قبلك أربعة قالي معلش أنا مش أطاول على حديق لا أبدا 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 تجوز قبلك أربعة أيوة أيوة والدي يا الله يرحمه بقى هو الظروف كان عندي سبعتاشر سنة في الوقت ده هو أكبر مني بإشين سنة وعندي الأوراق وعندي كل حق تزبيت اللي ما تعداش عليه ولا بظلم السؤال هو ظلبني لكن أنا ما بظلمش ربيها في نهاية بجيب كل حق واحد السؤال إيه يا فندم بقى السؤال اللي هو مش مرايا يا ربيها في حياتي حتى ولا رايا ربنا في عيالي اللي هو هالها أخدهم مش أخدهم تمام وفي نفس الوقت عايز حضرتك السيادة الأستاذ العالم مجد حضرتك تتصلوا بي أو حد يقوله جيب لحق عيالي هو سأتنا للعام طيب وترجع المعاش وخد معاش وقدره وأنا وعيالي ما فيش وإحنا نتمنى يكون بيتفرج علينا لإن إحنا مش يعني 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 يريد يتفرج علينا ويشي وهو يعني إحنا عندنا النصيحة وعندنا إن إحنا نضيء بالساعد فاشتكتل ربنا يعني وندعو للناس حاضر يا فندم بشكرك شكرا جزيلا يا أم وفاق معايا أم حاتم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد يا سلام حسن أهلا وسهلا يا فندم اتفضل حضرتك دكتور مدى عشور ممكن أسأل السؤال بعد إذن طبعا 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 فضل يا فندم السلام عليكم يا دكتور وعليكم الصلاح وبركاته يا فندم إني أحبك في الله ربنا يحفظك وملك فيك يا رب ربنا يكتر من أمثالك ويجعله تمزان حسناتك إن شاء الله آمين ولك يا رب أنا حضرتك عايزة أسأل فرو إياك طبعا حضرتك أنا حملت إن شبت في المخلوقات الدنيا كلها يعني في السماء بكل ألوانها بكل مقاساتها بكل يعني وحضرتك بيتيروا حوالين بعض بيتطوفوا حوالين بعض وبعد كده صفصفوا صفصفوا على تير واحد أبيض كبير جدا وبعد كده لقيت التير ده الزحلح شوية ولقيت لفظ الجلانة وراه طيب يعني فضرتك دكتور مجدي إن شاء الله هيوضع يعني عنوان ليها على طول سريعا لأستاذ عايشة معنا على التلفون ستعايشة أهلا بيكي إزاك يا أستاذ حسن يا أستاذنا العظيم بتاع صفراء القرآن الله يكرمك شكر الله لك سلام عليكم يا أستاذنا أنت عظيم والله شكرا يا فنة والله والدكتور مجدي ربنا يبارك فيه شكرا يا شكرا بيقول لحضرتك يا دكتور مجدي بالنسبة للرشوة دلوقتي إحنا ما بروح مثلا ندفع ممكن نقضي وثلاثة ما نعملش ليه لأن تسعين في المية من الموثقين اللي قاعدين مشغلين اللي هما السعال لبرة ياخد منك ياخد ياخد ويدخلوا ويدخلوا يخلص لهم شغلهم وإنهم الواحد بقى الواحد واقف ما بيعملوش ما مش بيعملونا فما إحنا مش عارفين إحنا لو معاتنا شكوى نعمل لمين فمش عارفين فالرشوة دي زي كناش ندفع ندفع يعني التوكيل أبار بعين جنيه ياخد فيه مئتين جنيه وبعالما إني أنا مع إني أنا يعني الحاج اللي يرحمه كان في الشهر عقاري وكان مجير عام وبالرغم كده لما نيجو نروح عشان ربنا توثوا كده كإنهم يعرفوناش ليه هم عايزين ياخد فلوس كل الموثقين يا دكتور يا حاج عائشة يا حاج عائشة أولا بشكرك شكرا جزيلا ولكن كل الموثقين في كلمة الكل يعني بلاش كل يعني عفوا وفضلتك دكتور هيصح برضو مصاري السؤال عشان يضع الإجابة على السؤال الذي يخص بعض السلوكيات الفردية هنتسمح لي فضلتك دكتور مجد نطلع فاصل قصير ثم نعود لنستقبل كثير متصلات تليفونية ونكمل الحديث عن الرشوة ابقوا معنا لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع أواصر المودة بين أفراده وتسبب العداوة وعدم التعاون على الخير ومن أقبح آفات العصر هي الرشوة التي تعني غياب الضمير والتنصل من الأخلاق وظلم بعض أفراد المجتمع للبعض الآخر بسبب التعدي على حقوقهم ويصبح المجتمع ما بين مضطر ورافض ومعتاد على هذا الأمر رأيك إيف دفع رشوة لتخلص المصالح؟ مضطرين هي معروفة اللي تدفع رشوة حتى تخلص حقك ما دفعش مش تتخلص حقك ساعات بعملها بس بكمضطر الرشوة دي أصلاً فساد ومشكلة في المجتمع عشان تاخد رشوة وتاخد حاجة غير حقك دي طبعاً رشوة صريحة يعني ودي طبعاً محرمة الرشوة دي بتؤدي إلى الفساد مش كويسي لأنه بياخد حق غيره دي الواحد يدفع رشوة أن يخلص المصالح ده بعض الأوقات اللي الشخص بيكون مجبر عليها في بعض الأوقات إيه سبب زهور الرشوة في المجتمع؟ تغيير الأخلاق بتاعت المجتمع زي ما كان عندنا أخلاق زي ما كان في حاجة اسمها حرام وحلال طبعاً ضعف الإيمان الوضع الاجتماعي بالنسبة للشخص نفسه والتربية والمنشأ نفسه الرشوة دي بتجي من فساد الأخلاق زحمة زي ما بيقوله أم المبوكات عدم التنظيم الإداري داخل المصالة الحكومية لأن الموظف الموجود على المكتب مش بيكفير مرتب فارق بين الإكرامية والرشوة لا ما فيش حاجة اسمها هي هي رشوة هي رشوة والله أنا بالنسبة لي بعتبر أني دي هي دي لا الإكرامية أنا بكرمك أنا اللي بديك وأنا رجع بسماحي اثنية الرشوة لأ أنت بتكبرني اللي أنا أدري إكرامية أنا بدفع بقى إكرامية عشان أخد برضو حاجة غير حاجة والله الإكرامية دي وأنا مطلعها بالصفاء نية إني عايز تسبق حد في دور مستعجل وراك مصلحة وعايز تخلص بدري بس يا دي الإكرامية إنما الرشوة بقى لا أعزو بالله هما الاتنين اتجاه هم واحد آه في فرج الإكرامية تدفعها بجدتك لكن الرشوة تدفعها مش بقى لو نشوفت أمور ما تخلص غير بالرشوة هتامل إيه؟ تصرف إزاي؟ أدفع رشوة غز من عنها هتفع عشان مصلحة تنشي مطلعه هتدفعها والله لما فيش حل غير كده لازم أدور على أي مكان تاني خلص في مصلحة لو بأخد حقي فما بأخدش حقي غيري ومش هعرف أخده غير بكده فخلاص إما في الحالة دي أعمل إيه؟ مجبل لأن انت ما تقدرش لما أغطط مصلحتك إلا حقيته إزاي نقضي على الرشوة في المجتمع؟ نقد على الرشوة نبتديها من الأخلاق في المدارس تطوير بمعنى صح الجهاز الإداري للدولة نشر الوعي الديني ونشر الوعي الإسلامي عند الناس كل موظف حس إن هو بياخد حقه غزباً عنه مش هيعمل كده خالص اتفق الجميع على خطورة ورفض الرشوة ولكن جاء الاختلاف في طرق المعالجة ويبقى السؤال كيف نقضي على الرشوة في مجتمعنا؟ أشكر زمير محمد على هذا التقرير مولانا ما بين الإجابات المتنوعة والمختلفة ما بين الأسباب شايفين الأسباب إيه؟ وشايفين العلاج إيه؟ وشايفين التداعيات إيه؟ إيه رأي حضرتك في هذه الإجابات؟ والله هذه الإجابات هي نبض الشارع كما يقولون من واقع المجتمع ويتكلموا كلام حلو في توصيف الرشوة وفي صورتها ومعناها وفي نفس الوقت عن كيف نقوم الرشوة ولكن أنا بس مش عاوز نعمم إن كل مكان في رشوة لا كل مكان فيه أناس صالحون وأعوز نبدأ بكده والأكثرية صالحون دائما والاستثناء هم غير الصالحين وأعوز نتملي يا أصحاب الخلق الحسن اشعروا بالقوة اللي قدامكم ضعاف اللي هم الخلق السيء ومنها الرشوة فما نطلعش نقول دا كل الجهة الفلانية كلها بيرتشف ما ينفعش أقول كده أبدا لأن إحنا بنتعامل مع جميع الجهات والمصالح وغيرها وغيرها في ناس صالحين بالفعل صالحين مش بمعنى مواطنين صالحين بس لا دا على درجة عالية من الأخلاقي والصلاح الديني الأخلاقي فمش عاوزين نعمم لأن كان بيجي تعممات ممكن هو ما قابلش اللاكيت طب والحيتة التانية والفروع التانية وماك التانية فهي ناس حلوة خلاص فإحنا عاوزين يعني إيه لا نعمم هذا الحكم حتى لا نشعر باليأس أو الإحباط لأن الشيطان ممكن يجينا عاوز يعمم لنا القضية كلها يعني برضو دا منهج غير صحيح إن إحنا نعمم في مسألة الفساد إنما عارف لو تعمم في مسألة الكلام الحل عمم لأنه من باب التفاؤل الناس كلها حل باب التفاؤل إنما الناس كلها وحشة دا من باب التشاؤم باب مش هنصلح يبقى تقول طب أنا أعالج مين ولا مين ولا مين لا الواقع يحكمه هذا إن في ناس صالحين وفي ناس فسدين دا في كل مكان وفي كل الفئات يعني فإحنا يعني إيه حلو الكلام في جانب اقتصادي ومعظمه جانب أخلاقي وديني وفي جانب اجتماعي وجانب طربوي حضرتك دا مهمة قوي وفي جانب مجتمعي اللي إحنا نتكلم عنده المجتمعي بمعنى إيه يا مجتمع أنت تكاتفت على محاربة هذا الفساد أو تلك الرذيلة للرشوة ولا وانا مالي ما غيري بيعمل معلش بكر أني بنعملها ما هو الراجل لا مش عارف إيه المهم المصلحة تتخلص طب كده بالسلوب دا كده لا نقضي على فسادا ولا نقيم حقا إنما يقام الحق بالقوة بس القوة المنضبطة لكل راعن يعني وإرادة مجتمعية إرادة الناس مع بعض لازم الإرادة المجتمعية إذا توافقت على أمر فإن هذه الإرادة ستتحقق على الأرض اسمح لي في الدكتور مجدي معي على التليفون أمو محمد أهلا بيكي أهل والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي فن آآ بقالك الله فيكم والله أهل والسلام بالتعمل عشان خاطر الناس والله فالله يسعيكم تفضلي فن آآ بقول لي لفضل الشيخ مجدي أنا أبي مسافر والآن عليه هو مسافر بيخبص السنوية العامة من الشدان فأنا الآن عليه وهو ما عندهش تركيز رحيناك اتبت من الغربة بقى وكده فإن عايزة إيه العمل أو att semi بيمر بضائقة مالية هناك يا أمو محمد لأ مش بضائقة مالية أمو الايه نفسيه في تعبانا عشان بعيد عنكم عشان بعيد عنكم عشان بعيد عننا وعن أهم حاضر 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 يا محمد بشكرك شكرا جزيلا معي يا محمد تاني على التليفون محمد اهلا بيكي ماشي قول الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد والله انا بتتلم على موضوع الاهاوي يا استاذ حسن على موضوع ايه الاهاوي 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 اللي شغل اشغال 24 ساعة دي حاضر يا محمد يعني عايزين نخليهم من 7 الصبح الوحدة بالليل حاضر يا محمد من 7 لواحدة بالليل بشكرك شكرا جزيلا يا محمد معي امو محمود امو محمود طيب حتى تعود امو محمود مرة اخرى عايزين برضو من خلال الحديث عن هذه السلوكيات الخاطئة جدا 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 دي قطورتها على المجتمع ايه اللي لم يتم محاربتها وانحسرها لان فكرة انك تقضي على حاجة سلوك خاطئ 100% ده مش موجود على مستوى العالم ولكن ازاي تضيق عليها يعني جدا جدا فتصبح يعني شيء لا يذكر وان كان موجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه السيدة المسلمة احد من اماتهم اناهلك وفينا الصالحون اناهلك قال نعم اذا كثر الخبث فاحنا مش عاوزين نوصل لمرحلة ان الخبث هو اللي يكثر هو اللي يكثر الحمد لله لقال المباشرات ان الحلو هو اللي كتير والتاني قليل عنه فعاوزين اوعى تكون سبب في كثرة الخبث عشان ما تبقى السبب في هلاك ممكن تكون هلاك منظومة اخلاق او جانب قيمي او اخلاقي او طربوي فاحنا عاوزين المسائل الفساد المجتمعي لا يكون الا بمعالجة المجتمع ليس بالقوانين وحدها ولكن الشعب حتى في مجلس النواب الشعب ده حارس لهذه القوانين ان القوانين تتطبق ان لا يجوز لكن انت تاخد مال بدون حق انت يعني نسبتك للشعب وللدولة بديها قوة يعني المجلس النواب يتحب عشان يقول قانون ويصدر قانون بعد الدراسة وكله وبقول لك قود القانون مين الحارس على القانون فيه جهات حارس ولكن الحارس الاول انت ايها المواقع لان هذا قلوم من اجلك انت لهذا النظام العام وبعدين كمان سينا الشيخ شعراوك اللي هيك المحلو قولك ان لم تستطع ان تحارب الباطل فلا تصفق له اي ما تشجعهوش ايش هده المعنى لا تسكت عنه ولا تشجعه مدام انه باطل حقا ثلاث فاحنا بنقول هنا انت صاحب القضية يا مواطن يا انسان يا شعب او يا اه يعني اي حد في اي مجتمع يعني المجتمع النفس الكلية بيسموها انت صاحب الحق في هذا الام اوعى تسيب حقك مش حقك ان انت تروح توقف في الطبور قدام شوية عشان بتدفع فلوس لا ده حقك ان الطبور يمشي بانتظام وبحق ما فيش حد يجي يقف قدام وهو المفترض يبقى اخر واحد طب خليني ارجع التليفونات نرجع لهذا الموضوع المهم جدا فضل الدكتور مجدي مع امو محمود امو محمود اهلا بيكي يا اهلا وسهلا تفضلي يا فن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اتكلم تضيله الدكتور مفتلك طبعا تفضلي فن مفتلك يا دكتور انا معي سؤالين بعد ازمي السؤال الاول يا فن السؤال الاول حدثك انا مسلفة صديقة لي المبلغ وما كتبتوش عليها ومذكور في صورة البقرة ان يعني يجب كتابة الكتبين وكده مش عارفة عامل ايه يعني اكتبوا عندي وقول لأولادي اننا مسلفة اللي انا مسلا نبلغ ده السؤال اول السؤال التاني اه كان باندخلتي متزوجة وكانت نفرة من جوجها وكده وكان هو بتصرف تصرفات تخلينا كلنا نفخر منه فكلنا كنا بنفخر لأولا كلها بتصخر منه لدرجة انهم بدأت هي تزيد من النفور منه لدرجة انهم تطلقين اتساب بعضيهم هو تزوج وهي تزوجت بس انا حاسة بالزنب من اللي احنا كنا بنعمله اعمل ايه كفارة انا اعمل ايه حاجة طب محمود عفوا بس سؤال في السؤال اول بالنسبة للسلفة او المبلغ اللي حضرته لصحبتك او قريبتك هل انت بتطلبيب منها فبتقول لك لا دلوقتي لا 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 انا يا حضرك انا انا مؤتمنها يا صديقه ليا بس انا انا بطلبهاش بيه بس انا كتابة الدين ايه وقتربكرة صح متعارفة هل انا كتاب الدين ده وتعندي في ورقة ليا حاجة عندي حاضر يا فاند حاضر اه اه معيات تسال تليفوني تاني قالو يا او سيد محمد اه يا فاند اتفضل سوا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز اقول للفرق بين الرشوة الاقرامية الاقرامية اللي انا سعب عم تقيقة مصلحتي نعم الاقرامية اللي انا سعب عم تقيقة مصلحتي ايوة الاقرامية اللي انا سعب عم تقيقة مصلحتي ايوة بير كاتب ارشوة قيب هنشوف فضلت الدكتور مجد يقول لنا ايه على هذه المسمات او عفوا هذي الاسماء المختلفة لان الاسم غير المسمة اه اه الاستاذ هالة اهلا بيك يا استاذ هالة طيب حتى يعني تعود الاتصالات الاخرى او سنعلق الاتصالات حتى نعود بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اهلا بحضراتكم تسمح لبقى الدكتور مجدي نجيب على اسألة السادة المشاهدين ونبقى فيما تبقى من وقت نرجع الورشة لو اعلمي الورشة العمل بعد الاسئلة انا موافق حاضر انما تخلص الاسئلة وما فيش ورشة عمل احنا اهم حاجة في البرنامج ورشة العمل اعدك بدلك يا سيدي خلاص باش الاستاذ ايمان اقول حاجة عمي بتقول طيب انا جاز الكهرباء عندي الجاز اللي عندي في البيت يعني عايز صيانة وعشان لسه هتصل بالشركة والشركة هتأخر وانا محتاجة فبتصل بعامل الصيانة نفسه اللي في الشركة وبييجي يصلح لي الحاجة وبديله اجرته ده بتقولك ده صحيح كده هو الغلط ان يكون في عقد اتفاق بيدي وبين جهة ما وانا اخالف وهذا العقد ده غلط في الصيانة ما فيش عقد اتفاق بيني وبين الشركة ان هي لازم هي اللي تيجي تصلح فما فيش عقد اتفاق هي المشكلة بس من ناحية حضرتك في مشكلة صغيرة المشكلة الكبيرة من ناحية عامل الصيانة لان سيأخذ على هذا وقد يصلح او يصون او في صيانة اجهزة في اثناء فترة العمل او ان الشركة مستمحة له بالصيانة لا في فترة العمل ولا بغير فترة العمل احنا منعرفش العقد اللي بينه وبين الشركة اللي هو عامل الصيانة اه اه فاحنا اه وده غايف الرشو على فكرة المهمة او اللي احنا عاوزين نقوله لما اخوانا قالوا اكرامية وغيرها او هب مني او انسانية او ودعانة لا الاكرامية ستتحول بعد ذلك الى حق مكتسب فتصير رشوتا يعني النحطات يعني مش بمبدأ الاحتياط هنا ليه احنا بديله اكرامية واللي وراها اداله اكرامية ففيه ميت واحد في اليوم اداله اكرامية اه فهو مش حياته على هذا وتعود وتعود على هذا يعني ايجي بعد كده نقوله لا احنا مش هنديلك عشان ده اكرامية والله ما هي مش لك مصلحت لانت الذي جعلته يتغول خلاص يبقى اوعى تتوغل فيه باسماء مختلفة رشوة اكرامية بعد ذلك يصير غولا ويتغول وتخاف منه بعد ذلك لطبيعة اي نفس اي نفس كده والنفس كالطفل لذلك المرض المجتمعي حضرتك لابد ان نحدد المفاهيم فيه لان ايه بتبقى متقربة ونفضل نخرج بقى ان دي اكرامية ليه عشان نحللها او ان دي جدعانة مني او انسانية بس خلي بالك انت بطلعها كده بس هو مش واخدها كده واخدها بقرة عاي خليها شرطة عشان ايه ينهيلك المهمة يبقى انا ارتكبت اسم ممكن اخشى عليك ليه لانه جعلته يأخذ على هذا يستسيغه وحتى يصير بعد ذلك حقا له وانت نفسك هتوحل السنة الجاية يقولك ادفع عشان ما تخلصتك او يقدم غيرك في الدور عشان خطره ده فعله ما صارتش هنا بقى اكرامية صارت حقا مكتسبا وصارت سبيلا للفساد فعشان كده بنقول اوعوا تسموا الاشياء بغير اسمائها سيدنا النبي صلى قال في اخر الزمان سيأتيوا ناس يسمون الخمرة بغير اسمائها اسمها كذا واسمها كذا بس هي الخمرة برضو بتسك بتفسد الاكرامية بتفسد رحيح نعم بالوقت الحاجة شي ماء بتقول متجوزة من عشرين سنة تزوجته عاما واحد ويعني باقي التسعتاشر سنة خادمة للاولاد اللي بنتها وبتقول مش عايز احرم بنتي من كلمة بابا ويقسو علي ويهينني قالت ما ثواب هذا الصبر والتحمل عند ربنا سبحانه وتعالى جزائي ايه عند ربنا دي دي حضرتك هنا بقى لو انت صبرت على حد يعاملك بقسوة ومالكش علاقة به بتأخذ على هذا اجر عظيم لانك تتعامل معه بالصبر وقزم الغيز والعف وقد يكون الاحسان فما بالك اذا كان هذا الانسان مسؤول ان يعملك برفق ومع ذلك يعملك بقسوة اذا اجرك يزيد في هذا الغقت فهنا اعوزيني اقول المرأة ليست خادمة في بيت زوجها المرأة سيدة في بيت زوجها كما هو رجل في بيته النساء شقائق الرجال دي مش عبدة ولا اما ولا اسيرة ولا شيء من هذا انما بنقول بتخدم من باب الفضل معك فلا تعامل الفضل بالاساءة شو بقى الكلام هو ايو اتعامل الفضل بالاساءة ده احنا امرنا ان نشكر الناس لما يقوموا بشغلهم يقولك لا شكرا لو اجب ما عليش يبنشكورها عشقاتي يزيد في الشغل وهكذا فانا بقول لا الاجر عظيم لانك في بابي او باب من ابواب المجاهدة والجهاد الجهاد مالسي مش في ساعة القتال الجهاد مع النفوس الضعيفة التي لا تنفق او تهين اقرب الناس اليها كي نلحق بالوقت للورشة العمل خروج نستاذ احمد شكر الله له على هذا السؤال بالوقت هو عايز يسافر برا والده عنده زحيمر ومتزوج وهيسيب اولاده وليه اخت يسافر ولا يوعد مع ابوه يقدر المصلحة ربما يحتاجه الى المال اكثر بس يعمل ترتيباته مين اللي هيقعد مع والده ويستمر معه حتى ولو يعين احد باجرة وهيجيب الفلوس انما مفيش كده حد ترتيبات يقول له نقعد جنب والده ويحاول الشغل هنا ويبقى احسن طيب دلوقتي عشرين سنة متجوزة وطلقة من رجل يكبرها بعشرين عاما وتزوج قبلها العديد من الزيجات دلوقتي بتقول عايز ياخد بناتي بعد ما كبروا وكل حاجة اعمل ايه يعني يعني هي بتقول كمان ما بينفقش وكله وعايزة يعني بتقول اتصلوا بيا ليت هو يسمعنا او تسمعوا الحالات الشبيهة يعني بنقول هنا في جرس انذار من ناحيتين انه متعدد الزوجات واخبر منها بعشرين سنة يعني هي بالنسباله لعبة صغيرة يلعب بها كيف يشاء طبعا ولدها ربنا يسامحوا عملت كده ليه احنا نعفش الظروف بس حافظوا على بناتكم حتى لا تكون هذه النتيجة هي المآلة فبنقول هو كده لا يقوموا بواجباته على زوجاته او بناته وبعد ما كبروا اعاوز ياخدهم طبعا انا بقول لا مش هياخدهم لان مثل هذا الرجل لا يتحمل الخدمة خاصة مع هذه البنت التي عندها حالة خاصة فنسأل الله ان يسددك وان يصبرك ونسأل الله ان يهدي قلبه امين يا الله وان يعينه على ما هو فيه طيب ام حاتم بتقول شفت في السماء طيور كتيرة صف صف على طير واحد وبتزعزع هذا الطير في اللفظ الجلالة يعني عايزة تتطمم من خلال هذه الرؤية يعني مفيش اجمل من ان الراحل يشوف طيور وهذه الاشياء شيء من باب الكلام الكل يختم بلفظ الجلالة خلاص بس عايزة اقول يعني كل انسان يريده التحليق يريده الطيران يريد نفسه تسمو والروح تعلو بايه انا بنصحها تكثر من لفظ الجلالة الله بس تمسك سبحة كده الله الله كتير طيب دلوقتي الحاجة عائشة بتقول ازاي بقى الحارب بقى وكانت الفظها فيها عموم شوية على موضوع التوكيلات ولما تعمل توكيل عايزة لازم تدفع للموظف فلوس وكلام زي كده ورشوة احنا قلنا في المرض المجتمعي وده مهم جدا في المرض المجتمعي لا يزول الا اذا تكاتف المجتمع بغير تكاتف المجتمع لا يزول حتى بالقوانين سيأخذ وقتا طويلا انما بتكاتف المجتمع يعني هو الحارس على تطبيق هذه القوانين احرس على تطبيق القوانين لانها جاءت من مصلحتك فباولا ايه اهو العلاج ايه والكوة حتى اللي في التقرير اللي جيه اوعى لاني خلي بالك قضاء هذه المصلحة حق لك والقضاء على الفساد ومنها الرشوة حق للمجتمع كله فاوعى نقدم حق الانسان الخاص على حق المجتمع في القضاء على الفساد فبنقول ما تمشيش من المصلحة دي ولا تدفع رشوة وتخليك لاخر النهار ولازم القضاء على الفساد لابد معه من الصبر والصمود ومن المثابرة والتحدي بقوة بس بطريقة قانونية ونفضل طب مش هنمشي ومش هندفع فلوس ان لما تقضى مصالحنا لو ان الامر حصل كده يبقى احنا كل هذا الفساد او كثير من هذا الفساد الذي تحكي عنه يزول مع لابد هذه الهيئات ان تكون فيها جهات للمتابعة والرقابة طيب ابنها مسافر في السودان ويعني مخنوق هناك ويقال انا علي الى اسكار اللي تذكرها او يذكرها هو عشان يعني يداوم على التحمل هذه المسافات او الغربة طبعا هو مسافر لوحده وصغر في السن كده يعني مفيش اهل ولا اسر صعب شوية انما سافر الاسكار الادعية ان احنا ندعيله مش اسكار بقى ندعيله ان ربنا يثبت قلبه ينتهي من هذه السنة ويرجع لكم بالسلامة فعاوزك يا حجة تدعي الابن الكتير وصلى ركعتين قضاء حجة وتدعيلها الحجة ام احنا محمد بتقولي الاهاوي بقى عايزنا من سبعة صبح الواحدة بالليل اه نقول السادة مشرع القوانين ان عايزنا من السبعة للساعة واحدة او منظمة هذه الامور في المحافظات اه وطبعا احنا مش عايزين ازعجل الناس باي حاجة ده احنا حتى انا مش عايزين نزعج الناس بتاع الميكروفونات بتاع الميكروفونات ونحنا نصلي في الميكروفون ما نزعجش الناس فما بنى لو اي حاجة تانية فيعني لا ضرر ولا درار ولا بد من المحافظة على الجار وهكذا طيب انا دلوقتي ما اخدتش ورقة وما كتبش لا يضار كاتب ولا شهيد دلوقتي ما كتبتش المبلغ ده اكتبه ازاي هي اولا لا تأثم شرعا لان الكتابة مستحبة يا ايها الذين يمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا قالوا فاكتبوا الامر هنا على وجه الاستحباب مش الوجوب على قول جمهور العلماء ومن ثم لازم اكتب لا انما اكتب احسن اه اضمن عشان احفظ حقي وحق اولادي اللي هم الورس بس ده مش من ناحيتك فقط من المهم اللي قدامي اعترف بهذا فالتاني هو اللي يكتب اللي عليه الدين انا بكتب تسكيرا لابنائي اني ديكم فلوس اولينا فلوس عندي فولاد ونسيبه يسد زي ما اتفقنا انما التاني اللي خد يكتب لولاده انا علي يديل لفلان يبقى هو ده المهم يبقى مش المهم ان انا اللي دافع الدين ادائن انا اللي اكتب كويس ان اكتب عشان اعرف اللي وراها انما المهم المدين اللي عليه الدين يكتب عشان الورسة يسد وراها طيب دلوقتي السخرية من زوج قريبتي اللي طلقت منه دلوقتي بعد ما كانت بتسخر منه قدام الناس هلتنا شعر بزنب نحيته السخرية أصلا لا تجوز حتى من صاحب المعصية خلاص يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم يبقى السخرية لا تجوز حتى قلنا في المعصية أو في أي شيء فطب نعمل إيه عاوزين بقى نستغفر الله عز وجل كتير إن إحنا ندعي لكل من سخرنا منهم كل حد سخرنا منهم ندعي رشه الإكرامية إيه الفرق بينهم بيقولك الفرق إن الإكرامية بديها بعد قضايا المصلحة وأنت قد وضحت حي الحكم هقول قعدة في قيال إمام الشاطيبي إمام الشاطيبي بيقول الأمر قد يكون مباحا بالجزء وحراما بالكل يعني يا مولانا يعني الإكرامية يا مولانا أنا بديها له مش شرط ما بيشتريتش عليها مباح بس خلي بالك عنيفضل نخليها إكرامية وهياخد على كده هتصبح بتاني يوم لازم ياخدها منك عنوى أو بالقوة أو يشتريت عشان يقضي لك المصلحة تدفعها يبقى المباح بالجزء مرة ومرة 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 لما نعملها كتير وتصير عنده هو مرض يبقى حرام بالكل زي ما قال إمام الشاطيبي يبقى المباح بالجزء قد يكون حراما بالكل بعد ذلك خاصة إذا تعلق بحق المجتمع هنا عاوزين نختم بالورشة بقى بالورشة اللي هي مهمة أوي اللي احنا قلنا كل واحد ودي على فكرة لازم نساعد أنفسنا لحقنا ونساعد القوانين والقائمين على القوانين ونساعد الدولة بس نقول هذا تبقى إيه نساعد أنفسنا ده حق إينا احنا إن احنا في كل مصلحة نكون رجالا حتى الستات ونكونوا رجالا أكثر من رجالا إن احنا مش هندفع راشو وهنقف في الطابور بس الطابور يمشي منتظم حتى إذا وصلنا لأعلى رأس في المصلحة يعني أعلى قامة موجودة في المصلحة لازم نعمل كده وبدون شجار وبالقوانين وبالقنوات الرسمية هذا عشان شيء مهم ينتعامل بالسلوك في كل شيء وبالتربية والأخلاق في كل شيء في جلب المصلحة أو في دفع المدارة فإحنا لو عملنا كده هنزيل هذا الأمر الأمر التالي وإذا المهم إن احنا نرسخ في زهننا الجمعي إن الرشوة ضرر على المجتمع وإن أنت تاخد حق غيرك مصلحة خاصة فإوعى تقدم اللي هو العكس الضرر العام بقى مصلحة المجتمع في إزالة الرشوة يبقى المصلحة العامة تقدم مصلحتك الخاصة عليها بنت وقتك عشان تمشي دلوقتي وتمشي بدري يبقى الرشوة عندما أهضرنا مفهوم المصلحة العامة وقدمنا المصلحة الخاصة عليها جاءت الرشوة وأبواب كثيرة من أبواب الفساد ولما برضو بعض علماء الاجتماع كلهم يتكلموا ببعض المصطلحات البسيطة الطبيعية يقول لك ما فيش حاجة اسمها أنا مالي وفيش حاجة اسمها معاليش نمسح الكلمتون من دول من حياتنا عشان نحارب هذه السلوكات الخاطئة بشكرك في ضمن الدكتور مجد عشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي ودائما نلتقي على تصحيح هذه السلوكيات لتتغير الأحوال من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن بشكرك شكرا جزيلا شكرا الله دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة